أهلاً وسهلاً بكم طلابنا العزاء بالجزء الأخير من المحاضرة الأولى هذه طولت، أدري المحاضرة صارت طويلة خمس أجزاء لكن شباب، جنرال هاستري، جنرال إكزامنيشن، طوني السماح أنه أطول على راحتي لأنه ذني أساس جذور، أساس البناء رح نبنيه والله هالبقية الأمور تكون واضحة، يعني جزء جزءين إن شاء الله تكمل المحاضرات القادمة آخر جزء لليوم، بعو يا يزي، إحنا ولو وصلنا دكتور؟ إحنا يا شباب، كملنا تقريباً فالثمانين بالمئة من الجنرال هستري كملنا الديموغرافيك داتة، شيف كومبلاين، هسري أوبراس أمناس وربيوة سيستم هسا جتنا ذني النقاط السدة باست ميديكال هستري، باست سيرجيكول، فاميلي هستري، دراج أند أليرجيز، سوشل أند برسنل، وكذلك الوكوباشنل هستري نحن نجي نسأل عليهم نقطة نقطة ونفتهم شنو كل واحدة من ذني النقاط هسي باست ميديكول هستري باست ميديكول هستري رح حسي جملة هاي الجملة مرح تنفهم لكن بالمثال رح تنفهم الباست ميديكول هستري هو عبارة عن أنه تسأل المريض اللي يجاك للطوارب 12 بالليل مادرشون أو بردها عن التاريخ المرضي ملت بشرط انه التاريخ المرضي ملت قبل عشر سنين عشرين سنة سنتين ثلاثة شهر بشرط هذا التاريخ المرضي ما لا علاقة بالحالة المرضية اللي ايجي بيها للمستشفى هسه يعني شون ما نريضي جاكم للطوارع عنده تشيستين ورادييشن ومادري شون وهذا تشيست بين من يمشي يزداد وفيد اشياء دتيم شوية جلطة وهي المايوكارديال انفراكشن الاماي مني جا تسألت يا بتي شو عندك امراض مزمنة قل لك اني عندي ضغط وعندي صرع هدني المرضين الضغط هو رسك فاكتر فور مايوكارديال انفراكشن هو رسك فاكتر ما تجلطة فتشيل الضغط ما تبقي بنهاية الهيستري ما تخليه بالباست ميديكال تشيله توديه بالهيستري على مودي الاخصائي يربط من تبدي أمي أس since my patient name اس كذا هو اناون機rece الهيستري presentent to the emergency department with chest pain radiated istopress illness لانه الى علاقة بينما الصرع ما لا علاقة بالجلطة القلبية التصرع تخليه بال for about medical history ها Bür belieهي بال past medical history اي امراض ما لعلاقة بالحالة المرضية الي جايه بها المرض يعني مثلا قصة ثانية مريضote جالك عنده حرقه الإدرار اوكي وعنده سوالنج صعير رجلاته موالرومة وعنده فلولايتس حكية مدري شون وعنده فتشينجز ديصير تريم شوية الكدنيفيلير وعجز الكلة وهو دايابيتس هو عنده مرض سكري السكري ايلا علاقة عجز الكلة فخليه بالبداية بالهيسر وفرس الناس واضحة بينما هو عنده مصاب تدرن مصاب تدرن تيبي تيبركولوسيس قبل عشر سنين ماكو داعي يخليه بالهيسر وفرنسل ما سخليه هنا تمام فهذا نفس الفكرة الحجية انا نقبل شوية وهنا نمثال عن الفكرة على شنو اسأل بالباست ميديكال هستري تسألون عن ذني 15 نقطة اولا تسأل المريض حج عندك سكري دايابيتس مريضس عندك ضغط هايبرتينشن هذني المرضين الهايبرتينشن والدي ام ذني فدأ مرأة مزمنة تصيبوا هواية وكلش من الناس واغلب الحراقيين عندهم هايبرتينشن ودي ام فاذا قل لك عندي ضغط او عندي سكري مباشرة بس ذني الحالتين تروح تسأل ذني الاسئلة الاربعه حجي اشغل صال لك عندك ضغط مثلا صال لعشر سنين حجي شنو تاخذ لعلاجات للضغط بنفس الوقت يقول لك مثلا انا اخذ لكابتو كابوتين اللي وعي بالا عن الكابتوبريل اوكي ميديكيشن طبعا الميديكيشن بها اسئلة بعدين نحن نجي نسأل هاي قد علاجات اقض لك زيان حجي ضغطك مسيطر على الولا كونترو طبعا هذا الضغط وسكر نفس الشي مسيطر على الولا يقول لك والله ضغطي 12 عفل 12 على 8 13 على 8 زيان بس ضغطي 16 على 10 كونترو معناها اوكي وحجي صارت عندك مضاعفات نتيجة الضغط او السكري الضغط مثلا اه نظرة بمشكلة كليتة بها مشكلة وجعب صدره داي صير مدري شون اوكي السكري هماتين عندك خدر بش ديك دا صير قدم سكري دا صير نظرك زيان كليتك زيانة هذا اني الاجهزة اللي يضروفين الضغط والسكري فاي واحد عنده ضغط سكري سواء الا علاقة بالحالة المرضية او ما لا علاقة تسأل ذرني اربعة سنة اذا الا علاقة جيب الضغط والاربعة سنة ما تخليه بالهيسترو بلس المس ما لا علاقة خلي الضغط والسكر بالباسميتيكال الهيستروية والاربعة سنة تمام بعدها شنو اسأل اسأل على هايبر كوليستروليميا عندك زيادة بنسبة الكوليسترول عندك ازمة ربو عندك ابلبسي صرع عندك بليدينج تندنسي عندك نزف بالدم دا يصير دا يطقع جسمك عندك مشخصيك باملاب نزفية معينة اوكي عندك ذبحة صدرية سابقة صايرة جلطة قلبية عجز قلب ستروك جلطة دماغية او ترانزينت اسكيميك اتاك تي اي اي اللي هي عبارة عن شنو عبارة عن جلطة دماغية عابرة اوكي يعني شون او موشرة دماغية جلطة صار عابرة اواني والدتي صاعدت تي اي اي ترانزينت اسكيميك اتاك بكل بساطة شنو اللي وصفت لي اقلت لي عبدالله انا جيت شنو قاعدة اواني فجأة شفت غواش بعين سودة صارت عيني المدة نص دقيقة ولا رجع النظر اليها معناها شنو اكفة خطرة لاحظة على اوبطاميك ارتري المسؤول عن تغذية العين سدته المدة مؤقتة سببت انها فقدان بالنظر المدة مؤقتة ومن ثم تسير رب العالمين وبالدعاء عبرت هاي الخطرة ومشت واضحة فما سببت انها جلطة اوكي فهي ترانزينت اسكيميك اتاك تسألة عندك كروني كرينال ديزيز عنده امراض عجز بالكلية امراض مزمنة بالكلية تسألة على التدرون التيبي توبركولوسيس ممكن له احنا بغير دولة ما نسألة على التيبي بس احنا دولة اندميك منتشر بها التيبي اوكي تسألة داخل مستشفى قبل وليش داخل مستشفى شو اللي يصال عندك انستيتيك برولمز عندك مشكلة بالتخدير المساوية فتح عملية وصال عندك مشكلة بالتخدير وتسألة على نقل الدم ناقل دم قبل مستلم دم قبل اوكي هذني الاسئلة تسألة بالباسي ميديكال هيستري اوكي سواء لا علاقة او ما لا علاقة بالمرض تسألة ذني الاسئلة لانه انت بمرحلة ثالثة او مرحلة رابعة متعرف ترابط اوكي يعني مثلا اااا مثلا يعني شو رأس لكم إياها فدل بلوت ترانسفوجن. بلوت ترانسفوجن ما يكو داعي أي مريضة جاء السئلة على بلوت ترانسفوجن. ممكن لابو البليدينج تندنسي اسئل. ممكن واحد عنده انفكشيز ديزيز اجامنا بريزنتيشن. مثلاً والعند المناعة ناقصة. عنده انفكشن. آآ مادر شون. دا الشوك انه هذا الكيس يمشي ويا الاشايبي. أوكي ويا الايز. السئلة ما اخذ بلوت قبل لنقوله علاقة. أوكي دا تعرف شونه تربط. بس انت مرحة ثلاثة رابعة عود نفسك كل شي تسعلي. بعدين بعدين تبدي سوي سيلكشن. يا سؤال اسئلة ببضبط. تمام. مثلاً قل لك عندي ازمة. آآ رابو. تسأل بني الاسئلة وراحة. شوك انشخصوك? وشون شخصوك? وهل هذا الربو عالش تلو؟ لا. تمام? هاي شباب بالنسبة للباست ميديكول هستري. أوكي. عفوا باست ميديكول? تعالونا على الباست سيورجيكول هستري. باست سيورجيكول هستري. باست سيورجيكول هستري. نفس الفكرة بالضبط عن الباست ميديكول. بس إلا علاقة بالعمليات. وبنفس الوقت. العمليات تسأل المريض عن العمليات السابقة. إذا العملية اللي مسويها إلا علاقة بالهيستري وبرس الناس. وديه هناك. إذا ما العلاقة بقية هنا. يعني شون؟ مريض يجعلك أبديومينا البين. بوميتينج. أبديومينال ديستينشن. أبسلوت كونستيبيشن. أوكي هو مسوي عملية قبل عشر تيام. ما الأبنديسكتومي. شاي الأبنديسايتل. الأبنديكس. فذل لي عرضتهم شوية. ويوحد عنده أنسداد. بالأمعاء. أوكي. نسوي عملية قبل عشر تيام. ما الأبنديس. ممكن. خلال هاي العمليين نسداد الأمعاء. متى صارفة الهيجن. الدكتور ضرب الأمعاء. فهي إلا علاقة. أوكي. ماييبيشن. ديت. أن أوبريشن. تو رموف. أوف. أبنديكس. تن. ديس. اقو. هي يخليها بال. The history of breast illness لكن المريض عند نفس القصة عنده وجعه في صدره ما ندري شو هو مساوي عملية قبل عشر سنين ما ازالت المصرى معه ازالت الملارة ما لا علاقة فأخذ ليه نانا تمام قل لي مثلا المريض قل لي أنا دكتور مساوي عملية ازالت ملارة شوف الأسألة اللي راح أجي أسألها For each operation راح أسأله ليش سوت العملية يقول لك والله انتهبت الملارة ما تيوصل عندي أبو صفار يش سوت العملية العملية شنو اللي سوتها ازالت ملارة ازالت كذا مدري شون ازالت حسوة مثلا سوينها كوليسيستكتومي ازالت الملارة The patient did كوليسيستكتومي شوكيت كذا تاريخ شستخدمو بكتها استخدمو local anesthesia التخدير تخدير موضعي لو تخدير كامل general anesthesia تسألها The patient did كوليسيستكتومي 10 years ago with general anesthesia with local anesthesia ويا ما كوليسيستكتومي with local anesthesia Time of the operation شوكي سواها قبل 10 سنين post operative complications صارت عندك مضاعفات بعد العملية خروجك تغير صار عندك فتخراج مدرس شون وتسألها وتسألها هل احتاج جدا لو ما احتاج جدا أثناء العملية أوكي هذة من الأسئلة اللازم ينسألن cause of the operation type of the operation general or local anesthesia time وال post operative complication وكذلك blood transfusion تمام كما لنا past surgical معلومة مهمة بال past surgical دائما إذا المريض تشوف أنت بالطابق السابع كمثال دائما التروفال المثال شيل علاقة بالهيماتولوجيكو bleeding recurrent infection بالخص البليد أوكي عنده بليدنك تندنسي دائما اسأل الميل على السيركمسجن واسأل الميل والفيميل إذا كانت عدوه history of tooth extraction ليش انت مش انت السن طبعو من صارت عملية الطهور انت هنا نحس عندك بليدنك نزف أوكي مريضة شيل عسنها طبعا جتي للطوارئ عدو إبستاكسز نسف خشمها خروجها بيدم طقع بجسمها مدرشون أبوها عد سلطان بالدم شاك انه هذا المريضة ممكن عدها اليوكينيا أو مثلا عدها فتأ بلاستيك أنيميا عدها مثلا ITB مجموعة أمراض العلاقة بالدم بليتلت أوكي على وجه الخصوص تقول لك حجيا انت شارعة سنت قبل إي والله اني قبل ثلت شو شارعة سن زين حجيا صار عليك نزف وراء مشي لحت سنتش تقول لك إيه يعني ثلاث ساعة أربعة ووقف أو تقول لك لا دكتور عن اسبوع كامل ينزف سني المكان ما السن ينزف معناها إذا بليتين واضحة أو بسر كمسيج نفس الشي أوكي طيب مهمة تسأل عليهم بحالات معينة مو ماني يطيجهي لك عند جلطة بالقلب حجي انت من طهارة ساهمات يصنع عندك ما لها علاقة بس بحالات انه الكيس رليت تدبلي أنا يجدى ألح لها علاقة وما لها علاقة لأنه الطبيب منها سأصنع شخصية الطبيب شخصية الطبيب الناجح انه ما يخلي نفسه بمكان فاول من تسأل حجي على السركمسجين ولا خصائي قاعد انت ممكن أنت تعرض إلى رزالة مسوح بيك الطابق أوكي وكذلك هذا time consuming علش أن أسأل شي وما لا فاعلة وهذا همات ينفل شي يعني نوع من يعني ما يدقول الغبار بس ما لها علاقة كيس ما لها علاقة فدائما نعلم الشركة تسأل وليش نتسأل كما لنا باست ميديكول كما لنا باست سيرجيكول نجي نعبر على family history family history تسأل على عائلة المريض أوكي مثل هذا اللي عنده جلطة بالقلب أوكي شاكين به تسأل عندك مجموعة أسئلة خمس أنواع من الأسئلة النوعية الأولى عندكم نفس هاي الحالة بالبيت يعني أبوك صار عند جلطة قبل أمك أخوك عمك ما درشون هذا السؤال الأول تسأل على الأمراض المزمنة الموجودة بالعائلة أبوك عنده ضغط عنده سكر عنده أمراض بالقلب عنده تدرن أمك وهكذا تسأل على من أقول يعني معنى العائلة مت أبو أم أخوة أخوات هاي الفرست دقري غدا عمارهم ووضعيتهم الصحية مثلا يقول his father is 72 years and he is hypertensive وكذا علاجات و نصح تزيان تمام أما إذا واردة متوفي أو أم متوفي أو أخو متوفي تسأله على العمر الوفاة إيش وقت يتوفى والدك يقول لك his father is dead أو مثلا متوفي مثلا since five years ago وشنو سبب الوفاة أوكي due to stroke انصاب جلطة دماغية أوكي مهمة لأنه من أبوه انصاب بجلطة دماغية ومات وانت عندك جلطة قلبية معناها الفاميلي هستري مالأمراض مالأمراض الكلوت مالأمراض الكارديوفاسكولار والنерв يعني الكارديوفاسكولار سيستم عاليا وابحة فتنظين فالإنديكيشن حل تمام هس ها يفترون on all first the case first degree relatives and other family members if you feel it's appropriate تمام you should ask about any diagnosed condition in other living family members اذا اشتريتم يعني فد امراض معينة مش اخصيها اوكي تأعيد على السريع نفس الحالة وبالأخص نفس الحالة تفيد تعفو اش وكت مثلا واحد اجهالك عند gastroenteritis بطنس وزوع ترى مهمة اسأل اذا اخوك عند بطنس وزوع او امك او ابوك ليش لاني ممكن infectious disease ماكلين جايبين لفات هامبرغر وكل هم مهمة تطعين indication توديني field infection ما توديني field malignancy field inflammation وهاك تسألة امراض مزمنة للعائلة تسألة وضعية اهلك وعمارهم عايشين لهم متوفين واذا متوفين اش وكت وليش اتوفو يعني شنو السبب وكذلك اذا حالات مشخصية بالعالم اخر شي ملاحظة اكو بعض الناس عدوا مفد اه يعني امراض genetics امراض وراثية مثلا down syndrome اه down syndrome مهم تسأل انه مو بس ضمن العائلة وانما ضمن ال ال الاقار مثلا مريض عند هيمو كروماتوس اوك هيمو كروماتوس مرض يصيب الكبد بسبب يعني يزيادة نسبة الحديد وغيرها من الامور وممكن متبين بالعائلة انت بعدك ممشخص هيمو كروماتوس انت هسا جايك المريض عنده شاك انه ممكن هذا هيمو كروماتوس مضروب الكبد زين شون عجي حال حجي انت عجكم بالعائلة اقارب من بعيد من قريب نفس هاي الحالة قولك اي والله ابن خالت عم ام المدرشون ونعيدها نفس الشي وهذا يمشي ويبعدنا عن الالكوليك لفر ديزيز وما ثنياتهم جوندس بس هذا يقول يا باك شي مرض جينيتك اوك فهم مهم اسأل على هاي حالات لان بعض الدزيز سوين سكيب جنريش يعني مثلا تطلع بالابناء الاؤضاء ما بيمشي الاجداد بيمشي او الاقارب بيمشي وهكذا وتسأل على بالاخصائية تسألة بالconsanguinity اذا اتركوا زواج اقارب يعني زواج اقارب يزيد الرزق مع الامراض الجينيتك تمام هسا شباب كمان الماديكال والسيرجيكال والفاميلي هستري هسا نطب شباب بالدراك هستري هسا نطب شباب ندرس الدراك هستري ان اليرجيز اكو بعض المصادر وبعض الاخصائين يحب يفصل دراك هستري واحد و اليرجيز واحد احنا سواء فصل او طبوك ما متوفق قيمنا يعني هي بنفس نفس 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 الموضوع التاريخ الخاص بالادوية اللي ياخد هالمريض اي دول ياخذ المريض تيجي كابوتين شباب هذا اسم التجاري الاسم البسوق اسم كابوتين لكن الاسم العلمي مته هو كابتوبريو اوكي زين دكتور هو الاسم التجاري والاسم العلمي والاسم الكيميائي يعني ما عروفين هاي و هي الوقت بس انت مشي تفتيم الكونسبت انه انت من تقدم الهيسري متك للاخصائي ما تقول له كابوتين لانه رح تترزل تقول له كابتوبريو مثلا ما تقول له كونكور تقول له اسم العلمي كذا وهكذا اوكي تمام هاي ساتفتنا الاسم العلمي scientific name او اسمه generic names هاي نقطة اولا النقطة الثانية تكتب الجرعة مثلا المريض كابتوبريو ياخذ كابتوبريو الجرعة متة 25 ميليجرام كمثال شو نعرفها هو الوقت أوكي روت أوف ادمنستريشن شون دانطي هاي العلاج دانطي اي في وريديا انترا ماسكولر بالعضلة انترا نيزل بخشمة أورال تابلتس حبوب كابسولي بلحها باركتل اوكي وهكذا طريقة اللي يعني روت أوف ادمنستريشن اوكي هاي نقطة اللخ ولي ديوريشن ولي فريكونسي جقصة لاياخذه ولي فريكونسي كل جيد ياخذه وكذلك أي يعني مثلا اذا أعطيكم مثال على الكابتوبريو مثلا المريض كابتوبريو كاملنا اسمه 25 ميليجرام اوكي 1x3 يعني حباية واحدة ثلاث مرات بليوم هاي الفريكونسي جقصة لايسينس متلين 2-month 2-month duration اوكي أورالي يعطى أورالي اوكي and the patient has كاف واحدة من السايد افكت ما الكابتوب يسبب نقاحة قاحة ناشفة دراي كاف هاي كاملتال وهكذا تبقوه على كل العلاجات تمام هاي فتهمنا الملاحظة مرات شباب the patient may not consider some medication to be drugs so specific question is required يعني شنو مريض العراقي العلاج بالنسبة الي هو عبارة عن اما حبوب او ابر بس اكو واي علاجات تعتب غير صيغة مثلا patches لاسقات من منع الحمل مثلا موسع قصفات من الازمة فانت بتسألة تستخدم موسع قصبات بخاخ تستخدم قطرات للعين eye drops nose drops وهكذا فالاني السؤال هماتين تسأل اللي ان المرض عبارة لاني مو علاجات اللي مثلا eye drops قطرات عين انهيلا الموسع قصبات sleeping pulse منومات ياخذ oral contraception يعني هنا النسوان يقلط قلط هذا غلط هنا هماتين علاجات over the counter drugs هاذا شنو المصطلح boat at pharmacy vitamins مثلا supplements شو بال over the counter drugs هنه عبارة باختصار هنه علاجات انت تروح بنفسك تروح تشتريها من الصيدلية بدون وصفة طبيب مثلا شنو الله يساعدك دكتور اريد دولبرون اريد بارستول اريد بروفين اريد فيتامين د فيتامين سي هذا اللي ميحتاج وصفة طبيب يصبحوا له over the counter drugs اوكي هماتين تسأل المريضة عليها اوكي هدا حتش نفسه اللي حتشينا قبل شوية مثل اسبرين الانتيهستامين البيتامين البيتامين بارستامول وغيرها من الامور مثال لك على الاسم العني والتجاري بارستول احنا نصيح ليش بياناتنا بارستول واسمها بارستامول اوكي خلو باركم تمام هاي ساتف تهمناها هيربلز ريميديز اللي هي عبارة عن العشاب وغيرها من امورها ما تنتسألها ملاحرة هنانا حلوة المريض العراقي ما راح يقول لك انا استخدم كابتوبريل ليزينوبريل بيتالول ما يقول لك هيتشي وانما يقول لك انا استخدم هاي الحبايا البرتقالية الحبايا الحمرة الحبايا السطرة مربع المثلتة هاداني انت حسب خبرتك راح تبدي تربط يابع مثلا حبايا ملكو دايوبا لونها وردية حفظتها حبايا ملكة لونها بيضة سطرة تبقى تربط حتى المريض من يقول لك انت شوية تقدر توصل للعلاج هاي السالفة افتهمناها ودائما نقول للمريض جيب لعلاجة علاجات فرقها قدامك وقلع علاجات الياخرها عبرنا دراج اليرجي العفو دراج هستري نجي ناخذ الاليرجيس عنده تحسس عندك تحسس من علاجات وما اريد تفكيركم ينحصر يمن علاجات اكو علاجات اكو مثلا من الاكل او اكو مثلا من العطر من الحيوانات من هوايا اكو اليرجيس نتحصروها بس يمن الدراجس اوكي تمام من سألت عندك تحسس تريد تعرف من شنو عندك تحسس من الاكل زين يا اكله بالضبط من الحيوانات زين يا الحيوان بالضبط ولا ما سأيتها للسؤال الثاني السؤال الثالث زيني شون عرفت انه انت عندك تحسس يقولك صار طفح جلدي يعني هيئة ظهور الاليرجي شون ظهرت انه اوكي تحسس جلدي طفح جلدي شفايفة كبرى اختنقت حكة بالجلد صارت شون اللي صار عندك بالضبط هاي بالنسبة الاليرجيس depressed if they have any allergies or drugs or medications list a drug allergies and type of reaction شو اللي يصال عنده بالضبط بنسولين سببنا شيس top شوفه بملاحظة سريعة بعض الناس over-estimate يعني ضخم دائماً من نجي نحتي أبا حد جي عندك حساسية وي عندك حساسية من البنسلين الدنيا كلها عندك حساسية من البنسلين ما أعرف ليش دي يصير هذا الشي لكن دراسة صارت في بريطانيا أنه الناس اللي يطلع لهم طفح جلدي ويقول أنا عندي تحسس من البنسلين واحد فقط من أصل سبعة هو صدق وعنده تحسس من البنسلين البقية يعني يضخمون السائفة فتأكد عندك تحسس صدق شون صار ومو يقول لك أني عندي حساسية من البنسلين وتعبه أكد بالضبط دراق الألراجيز are over reported by patient for example only one in seven who report a rush with البنسلين they have positive البنسلين skin test اللي هما صدق وعندهم حساسية من البنسلين بس واحد من أصل السرعة البقية شذابين مو شذابين بس هما يضخمون السائفة كمعنا دراق هستري personal and social history personal and social تنسأل على الحياة الشخصية حياة الاجتماعية الدخن تشرب موات كحولية عندك حيوانات في البيت البيت كل ما هو أمور عامة خاصة بالمريض هذا ال personal and social دكاترا مو كل شي يحبوه ما أريد تركزونه عليه وإنما بس الحالة related أوكي ورح أجعطيكم فاتهنتس أوكي عن كل حالة وشوك تأسر على السؤال smoking الكل تسأل smoking الكعول الكل تسأل الكعول ما عادة يعني الحجيات الكبار 60-70 سنة والأطفال اللي عمرهم 14-15 سنة ما تسأل دنيا السؤال أوكي عدنا بعدين بهذا السلاد إن شاء الله نحن ببعلكم شنو الأسئلة نسأل عن smoking ولا الكل حتى نختم المحاضرة one situation تسأل علي البيت ما عادتهم ماك لويد يقول لك أسأل مثلا كم غرفة جد مساحته مدري شون الغاية الأساسية من كل هاي الأسئلة هل البيت crowded مزدحم لو مو مزدحم أسأل هذا السؤال مو مريض جايد جلقه بالقلب والله بيتكم جد مساحته أنت مساحة البيت ما عادتكم قليلة سألت لك جلق لا وإنما أسأل بالحالة اللي هي related يعني مثلا مريض جايد نسكن راش طفح جلدي وبيتهم صغير وبيتهم من منطقة نائية منطقة قرية مدري شون ومئة ألف واحد عايش هنا أو عندها حكة هذا يمشي ويشي ممكن infectious ممكن التهاب صغير عدوى ممكن scapes جرب فنسأل على بيتهم صغير هذا الشي زي الاحتماليات أنه ينتشر من الفرد الفرد نسأل على water supply الماء مالتكم تأخذ ماء معقم ماء من البوري ماء من البحيرة آآ ماء من الآبار تسأل على ديموستيك أنيمولز أكو حيوانات سواء بيتكم أو سواء بالمنطقة مالتكم مهمة لو لا أي ممكن مهمة أكو بعض الأمراض الانفكشي هم تنتقل عن طريق الحيوانات القطاط توقسوا بلازمة الكلاب تنقل بها الأكياس المائية أكو أمراض ما يدوركم بها وأهم شيء من الأشياء المهمة الطيور طيور هم تنتوق الأمراض ولا تسأل كل واحد أنت لم تطير شيء عندك طيور بالبيت لو لا لا بس أكو حالات مثلا واحد عندها فد مشكلة باللانك مشكلة بتنفس عندها خنقة مدري شون أكو بعض الطيور مالتها من سويها inhalation زي من لانك فيبروس من تلاييف الرأة فبس بيش حالات تسع وجاء لك حول قبل عندك ضيور بالبيت لا ما لا علاقة تمام هذا السؤال مهم يعني مثلا أنت مسافر رايح لأماكن معين إذا واحد رايح لأفريقيا وجاي لي عند طفح الجلد يفكر أنه ما أخذ لفد ميكرو أرغانزم إنك جاي بحي هاي فكرة إذا مسافر لأ الهبيز الهوايات مت شنو هواياتك هاد ها ما تنسوا صراحة للسؤول بس أنا يضغطي ميكرويد 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 جدي يقول شمونا المصادر يعني ميكرويد ميكرويد مطالبين نسائل من الشارات سكتشوال هستري شاكين نقف يم السموكينج والكحول نرجح نعنا نقر شباب السموكينج التدخين مجموعة أسئلة تريكس ضبطوها من الحد ما الله ياخد أمانتكم يعني أنتوا سؤال السموكينج ميكرويد إن شاء الله تماما أولا تسئلوا شيد دخن أدخن شقاير أدخن سيجار أدخن بايب أدخن فيب أدخن نعرقيلة يا نوعية تدخين الدخن حشيشة أوكي هاي النقطة الثانية تقول لش قيل تصال لك الدخن وتحسب شي اسمه باكير شنو هاذا الباكير هذا شباب في الرقم رح يطلع عنا ينطينه نعرف هاذ هاذا مدخن شرح يدخن هوايا دخن قريب هاذا لازم تنسل عيما يوم بالمية شنو السؤال المعادلة تقول طبعا هاي من ماكلويد مثل اسمكم تحببوها تسأل المانيون حجي الدخن لولا يقول لك ايه أدخن زين حجي شكي شوف السؤال هسا ايه ضمن رح نطبق المعادلة اشجير يدخن باليوم يقول لك باكيتين باكيتين الباكيت كم جقارة بي عشرين يعني باليوم كم جقارة أربعين زين حجي جقير صال لك يدخن يقول لي ساي اللي أدخن مثلا عشر سنين الضربون عدد الجقاير باليوم اللي هي أربعين جقارة في عدد السنين أربعين في عشر سنين أربعمية اتقسموها على عشرين عدد السيقاير باليوم على عدد السنوات تقسيم عشرين يطلع عنا جقيت يطلع عنا أربعمية أربعين في عشر أربعمية تقسيم عشرين يطلع عنا عشرين باك ييير أوكي the patient is a smoker أوكي since ten years ago two pack per day والباك متى مثلا عبشو يقلنا 20 باك ييير أوكي هاي اش تحسبوها أوكي اذا مثلا هالمثال من طين يدخن المريض 15 جقارة باليوم وهو صال يدخن أربعين سنة فنقول 15 في أربعين جقيت يطلع عنا ستمية تقسيم عشرين يطلع عنا 30 باك يرز هاي المعادة ومضبطت بعد ان شاء الله وحيفتهمناها ملاحظات ثلاثة هل هو مدخن هل هو مدخن مدخن سابق وقاطع التدخين لانا ملاحظة تجيلة المريض حجي انت الدخن يقول لك لا ما دخنان زي الحجي جيت الدخن سابقا ايجي الدخن صاري 30 سنة دخن لكن قبل اسبوع قطعت فهو عبالي انه وصل اكسي سموكر لا يعني انت عرفك سموكر اوك اللي اكسي سموكر اللي هو دخن فقط 5 سنين وقطع فقط 20-30 سنة وبعد مرة جعلها هذا اكسي سموكر اوك تمام فتأكدونا عن هاي النقطة هل هو يعني قاعد مثلا زوجة عندها مشاكل بصدرها خلينا قمعد رشو زوجة مدخن هاي باسي 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 يقول لك ايه حجش قيد الدخن يقول لك والله قليل يستحي يقول لك 4 باكتات باليوم فانت ابدي ويا برقم عالي تنحج انت الدخن يعني 5 باكتات باليوم يقول لك لا 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 ما دخن خمسة بس 4 ورح هو يطيك المعلوم هاي الطريقة اوك 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 هاي بالنسبه شباب لس الكحول الكحول اوهما تنبي مجموعة اسئلة يشرب مواد كحولية اولا تسأل حاج تشرب ما لا تسأل هاي الصيغة وإنما يعني حسب تبقى الـSkills متك إذا مثلاً ابنية حجية لتسأل هذا السؤال إذا ابنية صغيرة لتسأل هذا السؤال بشكل عام try to avoid this question for female أوكي بينما إذا لا والله شفتها إنه مثلاً أكو فد إمديكيشنز أكو فد علامات مثلاً يابا هي مكياجها هيئتها خالة تاتو ديانتها مدرشون فد أشياء إدراح تيجي تريكس تجي ببالك إنه هاي لأحي ممكن تشرب البنية ويكون الحالة يعني مو الحالة هي مالا علاقة بني حامل عمر الخامس بشأن الخامس وتقول لأ أختي الشربين له لا مالا علاقة بس مثلاً إني جتلي جوندس عداب الصفار شاكب عن الكحول المشكلة من الكحول بسبب الكحول تسأل هذا السؤال إيش تسأل تسأل على نوعية الشرب شو الشربين كحول عرق ريت واين ويسكي أوكي فودقة شلو نوعية الكحول بالضبط أوكي المادة يشربين والأمونت مالتها الجقيد كاب واحد بطل أوكي فتكان معينة نص ربع ألني سؤال تسألها أوكي إذا فريقونسي كل الجقيد تشرب نقول لك عن يومية بين يومية بالمناسبات بأي أي فريقونسي لجي تذكرها أوكي تمام ولما ذكرتها أكو شي اسمة تحسب اليونت أوف الكحول ليشربها المرير ليشربها الإنسان بليون شنو هاي المعادلة بعو يا يا زين خلنجي نخرج كلمة كلمة calculate the amount of الكحول أوكي يعني شنو الكالكولي the amount شباب مسرقزو يا يا زين البيرة أوكي can of beer قنينة البيرة أو قطية البيرة نسبة الكحول بها ممكن 5% أوكي والفودقة ممكن نسبة الكحول 30% يعني إذا جبنا 100 مال بيرة و100 مال فودقة ترى كمية الكحول تشرب هنا أكثر وانا يدعو فيش قيد الأمونت تشرب يعني ترى هنا ممكن خمس قواطي الأمونت ما لاتفد مثلا 2 units بينما هنا قطية وقتية 2 units فيدعو كمي يونت أنت تشرب بالنيوم ليش لأنه بعدين اكو فيد رينج رح نجي درس السوية يقول لك one unit of L الكحول الونت الوحدة من الكحول هي 10 ميليلتر تحتوي على ثمانية غرام الكحول يعني يابا حسنا نحسب اليونت هاي اليونت من نحسبها مثلا طلعت two units هاي two units تشغيل الساوي اليونت الوحدة الساوي ثمانية غرام من الكحول أو 10 ميليلتر من الكحول زي نحن شو نعرف اليونتات يقول لك اليونت تساوي فالرقم اسمه الكحول باي بوليوم في كمية الشروب اللي شربت انت مثلا يقول لك انا شربت ثلاث قواطي بيرة اوكي قواطية البيرة مثلا 500 مل يعني عشقات كمية شاروب 1500 مل فهنانا تكتب الكحول الكحول باي بوليوم في 1500 تقسيم الف بس انا بهاي المعادلة عند اثنين متغيرات تقسيم الف الفوليوم افتهمناها زي نال كحول باي بوليوم دكتور شنو هذا وين نلقاه هذا شباب عبارة عن رقم مكتوب طبعا هاي تايجر اوكي مكتوب يمكل يمكل مادة كحول يعني بطل العرق مكتوب كذا الكحول باي بوليوم رقم ثابت اوكي الفولدكا كذا رقم فاذا شوفوا هاي الصورة مثلا اذا باعوا ما ادري اذا بينه شوفوا مثلا هنا رقم باسية مكتوبة اذا تكبروها زينا او اول واحد اللي هو برايمام بير اوكي مكتوب الكحول باي بوليوم خمسة بالمية ورحة تمام يولا فانت تضربون خمسة شغيت شرب بطل كامل الف مل خمسة في الف يساوينا 5000 تقسيم 1000 يطلع لنا شارعه بخمسة يونت وبالكحول واضحة؟ هاي حسبنا الكحول amount الكحول يونت من حسبنا هاي اليونت دراسة بلطانية قالت انه الـ Upper Daily Limit الانسان حتى يشرب مواد روحانية بحيث ما تأثر على جسمه ما سببنا عجز بالكبد والكبد يقدر يهضمها فللميل يقدر يشرب 3 الى 4 يونت per day وللفيميل تقدر تشرب 2 الى 3 يونت per day فالمريض اللي شربه طال كامل 5 يونت هذا abnormal هذا الى sequence الى آثار المستقبلية على الكبد مات هاي الصالفة افتهمناها كم منا نجي ناخد تاريخ الملاضي عفو تاريخ العمل مات نسأله شنو تشتغل ونسأله شغير صال لك تشتغل كل بسارة اكو بعض الاعراض مريض يقول لك عندي كف عندي قحة تقول لك اشتغل يقول لك اشتغل معمل مالفحم تقول لهاي القحة مستمرة حتى بالشغل ومن ترجع للبيت يقول لك لا بس من ارجع للبيت تروح القحة فمعنى انو هذا المريض من ديروح للعمل ديتعرض الى مادة هاي المادة لتحفز القحة عنده اوكي فاني خليوا ببعلكم Symptoms that improve over the weekend or during holidays بلقعدة بالبيت من من تيداهم معنى انو هذا المريض عنده اكوباشنال ديصير بسبب العمل مادة وهنا انا ملاحظة علمية سريعة يقول لك الرسك ما السيقويمة سيل and basal cell cancers increases والتوتال هنا انا ماركو S لانه هنا انا جمع صارت توتال لايفتايم سن اكسبوجر and the intense sun exposure leading to blistering burns are risk factors فور ميلا انا وما يقول لك يا بتلا سرطان الجليد سوا سيقويمة سيل سوا بايزل سيل هاداني اشياء تزداد الرسك مالتها من تتعرض الى اشعات الشمس يعني اشي يعني مثلا واحد taxi driver واحد يشتغل رجل المرور اوكي من تشوف ان عنده في ال skin lesion سيداش تشتغل يقول لك وانا اشتغل رجل المرور فممكن هاي cancers اوكي فروبطنا ال occupation ويا a disease مالتفون كملت واخيرا كمل general history ان شاء الله كانت معلومات مفيدة ممكن طولنا اربع ساعات بهالحوالي بس هاي لأربع ساعات كمرحلة ثاتة تمشيكم في شهرين اوكي شغولكم كلها general history مرحلة لابع رح تحتاجوها هواية المحاضرة القادمة رح تكون general examination هماتين رح تكون طويلة البعض ساعات رح اغطيكم كل شي تحتاجوا بال general examination وانا هنطب system system و focusing ان شاء الله ان شاء الله استفاديتو شكرا جزيلا والتقيكم بالمحاضرة القادمة تحياتي لكم اشتركوا في القناة